بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل شرح شابتر 1 وبنتكلم على Advantage of Numerical Control فبيقول لي أول حاجة Reduce time for delivery of parts تاني حاجة Reduces scrap rate of material Reduces scrap rate of material إزاي؟ إحنا قلنا أن هنا ما فيش أي human error ما فيش أي أخطاء بتحدث وفي الpart المنتج الquality بتاعة part رقم 1 هي الquality بتاعة الpart رقم 100 وبالتالي هنا Scrap rate BL Reduces tooling costs بعد كده Reduces lay out time الحقيقة أن أنت لما تعمل settings بتاعة CNC machine أو NC machine بصفة عمل اللي هي الماشينز اللي بشتغل بالNumerical Control بتعمل set up بتاعتك خدت time في الأول أن أنت ركبت البرنامج بتاعك وبدأت تعمل عملية التشغيل كل اللي أنت بتعمله بعد كده أن أنت بتمد الماشين بالرو material فقط لغير وإيه lay out زي ما هو عايز أعمل أي تغيير بيبقى بسهولة جدا بغير في البرنامج أفرض أن أنا اكتشفت أن أنا عايز أعمل مثلا هول أو أغير في شكل المنتج بتاعي فمن الممكن أن أحتفظ بالبرنامج كله زي ما هو وأعمل التغيير وأحفظ باقي البرنامج وأحفظ النسخة جدا بأن أشتغل به increase increase machine and tool life النقطة دي هنا مهمة جدا إن أنت اخترت الماتيريال بتشغل الماشين اخترت الاسبيد المناسبة الفيد المناسب كل العمليات دي بتحفظ لما فيش overload هيحصل في أي step أثناء عملية التجليل وبالتالي أنا عامل settings بطريقة علمية صحيحة ضام إن ما فيش أي مشاكل reduces storage problem less set up time تكلمنا عليها من شوية reduce actual machining time allows rapid design change in part سأيلها من شوية إن أنا أقدر إني أنا لو عايز أعمل في الشكل يفرض إن أنا لقيت إن أنا في slots هيتعمل في مكان معين باجي بضيف ال comment اللي هي تعمل لي slot في شغلان وبعمل واحفظ البرنامج الجديد وأقدر أعمل عملية التجهيل من تاني بدون ما هد كل اللي أوت والشغل اللي أنا عملت آخر حاجة بيقول lezigs and fixtures are needed إيه بعضي هي ال advantage نيجي نشوف ما هي limitations of numerical control كده كل حاجة ليها زي ما ليها مزايا ليها limitations أو ليها ديس advantage في اول حاجة بيقول high initial investment machine tool cost may be three thousand to one million five hundred thousand دولار فهالم machine غالية جدا مقارنة بالmachine التقليدي بس من وجه النظر الانتاجية هي غالية لكن الانتاجية اللي هي بتعملها والparts اللي هي أستطيع الحصول عليها منها ممكن تعاوض هذا الثمن المكلف نمر تتنين بيقولي high maintenance requirements only maintenance personal must have both mechanical and electronics expertise يعني عايز يقول لساعدتك هنا ان هنا لابد ان انت عندك مهندس احنا بنقول الايام دي لو اي مهندس اي الميكترونيكس عشان يعرف يتعامل لان انا عندي بتعامل مع mechanical components ومع electric and electronics components فمن هنا مع العملية البسيطة اللي بيقدر يعمل المشين فالميذلك high maintenance requirements مطلوب اخر نقطة في limitations بيقول not cost effects for low level production on simple parts يعني النقطة دي يعني انا بقول simple parts ممكن انتقال على conventional machining اما ان انا اجي على numerical control machines وقول انتق simple parts لانتبقى العملية مكلفة بيقول as geometric complexity or volume increases CNC becomes more economical مكلفة